سترانا قبل ما تخلصي دراستك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قدمك المخرج عبداللطيف عبدالحميد كفنانة موهوبة من خلال فيلم رسائل شفاهية إلى جانب الفنان فايس قزق وبعض النجوم الدراما اللي بنفخر فيهم اليوم تجربة مصيرية كانت كيف قدرت تتجاوزي شروط المعهد العالي للفنون المسرحية اللي بيقول أنه ممنوع تمثله قبل ما تخلصوا المعهد هلا نحنا في عنا أنه ممنوع نمثل قبل ما نخلص المعهد بس في عنا كمان أنه بالسرة الثالثة أو الرابعة فيك أنت تاخد مشروع فيك تأجل تخرجك فأنا استفدت من هذا الشيء وإجلت تخرجي يمكن أخرك الموضوع ندمتي بعدين بس دي أخدتي فرصة لا أبدا ما ندمت لأنه أنا حدا ماني معروف يعني أنا ماني لا من عائلة فنية ولا معروفة وأنا من طرطوس وجاي عالشام ما حدا بيعرفني وسجلت بالمعهد المسرحي يعني حتى أهلي مانوا الموافقين وما في عنا حدا بالعائلة يعني أنه فنان ولا شي فوقت اللي إجتني فرصة أكيد بدي يعني بدي آخذها لأنه مرح هي ممكن تجيني مرة تانية هي إجت صدفة وحظ ثلاثين سنة يمكن تقريبا على الفيلم يلي مضى تقريبا ثلاثين سنة لسه بينادوكي سلمة قد قدرتي تتقني اللهجة الساحلية؟ هلا بالنسبة لقالي أنا اللهجة الساحلية آآ موجودة بعائلتي يعني أنا مسلا ستة تحكي ستة أو جدي بيحكوا بنفس هاي اللهجة وستة هاي مربايتني يعني فأنا كتير بالنسبة لقالي ما كانت صعبة حضرتك يمكن تدرستي للبكالوريا بلبنان ببيروت صح؟ درست بترابلوس 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 فعندك الاكسنت لبناني تقريبا ايه وضلت ضلت هلا وعملك مشكلة يمكن هلا بعض الاعمال هلا ايه عملي مشكلة اول شي بالاول يعني كان يقولوا انه بتحكي لبناني وبتعذبنا شوي وهيك كل ما تتفلت مني يعني كلمة او اكسنت او شي خلوني عيد ومع انه هاي الشغلة عادية يعني مسلا ممكن هاي الاكسنت تكون تكون ساحلية او وحمصية ونحن بسوريا يعني بالشام تحديدا جام على كل المحافظات وهلأ هلأ تجاوزوها هم هلأ تجاوزوها يعني هلأ بتشوف بتشوف الممثلين بمسلسلة عم يحكوا لهجات مختلفة هلأ صاروا اولاد عائلة واحدة واحد مصري واحد لبناني واحد سوري واحد ام يعني كل واحد شكل من ام واب وحدي يعني دراما المشتركة اتعرضت للانتقادات بسبب جرئتك باللبس يمكنه وبعض المشاهد يلي كانت برسائل شفاهية ندمت ولا عدتية لا لا ابدا مندمت انا كنت تنعى تماما بالشغل يلي اشتغلته بضرورة هذا اللبس لهذا الدور هو مكان اساسا يعني انا ما شفته لبس جريء يعني وبعدين هلأ هلأ الواحد ممكن يشوف انه لبس جريء وهلأ الواحد ممكن ينتقد اللبس الجريء يعني اما وقته كان شي طبيعي كتير انه بشفافية وبساطة يعني انه كان في شيء مغري اكتر من انه في لبس جريء ام اليوم اختلفت المعايير بحس انه قبل كان في جرأة اكتر اليوم يمكن مشهد عادي او طبيعي تبروه مشاهد جريءة باللبس بتحس انه اختلفت المعايير وحتى شروط الرقابة هلأ انا بالنسبة لقلي بشوف اه يعني هو شوية اللي بيبرر شوية اللي بيبرر اه جرأة او بيبرر مثلا اللبس الجريء او المشاهد الحميمة اه ضرورة الفنية ازا كان في ضرورة فنية لا اي شيء فهو انه هيك بالواقع بيكون فانت بتقبله وبيمرق بيمرق ما بتحس انه عم يخدش لك حيائك او او عم يأذيك يعني اما ازا كان الهدف منه هو هذا الشيء وما في الو ضرورة فنية وعم ينعمل فقط مشان اه مشان يعني اهداف اخرى فهذا الشيء طبعا بيسيق للمشاهد وبيسيق للي عم يعمل هذا الشيء المهمة تكون موظفة صح اكتر اي اي مهمة تكون موظفة مشان هيك نحنا وقت كنا نشوف افلام وكنا نشوف ولهلأ منشوف افلام مثلا منشوف كتير يعني افلام فيها مصرية واجنبية وكل شيء ما مننزعج يعني دخلت يا عالم التلفزيون مع المخرج محمد عزيزية بمسلسل لوحة ناقصة بدور فتاة مشوهة ومعقدة تقريبا اي 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 ادي كان صعبة تأدي شخصية مركبة وصعبة هالقد هل كان تحدي بالنسبة اليك هلا اي كان تحدي على الاخص انه انا هاي اشترك انا حضرت لهذا المصر والله جاب مع انه قديم وما كتير نشوف يعني هو معلو كم سنة يعني اي 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 اه هو كان انه سلمة كانت البنت الحلوة المحبوبة اللي معتمدي على على انوستها وهيك وعفويتها هاي الشخصية اللي عملتها بعد منها مباشرة هي بنت معقدة وعندها مشاكل نفسية وفيه سواد جواتها ومشوهة وجه مشوه يعني حتى شعرها اصير فانو كان اي تحدي انو يا ترى انا بدي ضلني بانو انو اعمل البنت الحلوة ولا ممكن اعمل شي تاني هلا انا بالنسبة لالي كان ممثلة كطبيعة ممثلة رانا جمول بحب الادوار المركبة وبحب الادوار ياللي هيك فيها اشي مانو بسيط ومانو سطحي